لمحمد ماهر الحاضري الذي قضى 12 عاما من حياته طبعا في حياكة تحفة فنية مشاهدين وقيمة إسلامية تمثلت بإنجاز أول مصحف مكتوب بالخيط والإبرة في العالم الإسلامي نتعرف مشاهدين على القصة حيث رحلة من الصبر والعمل الدؤوب بدأت عام 1999 وانتهت عام 2010 تضمن الثمانية أعوام من كتابة القرآن الكريم بواسطة التطريز بالخيوط وعامين من التدقيق تلاها عامان من صناعة جلد غلاف المصحف على طريقة صناعة ثوب الكعبة المباركة هو الخطاط السوري محمد ماهر الحاضري الذي أبدع بكتابة الخط العربي وانتقل بعدها إلى ترسيخ جمالية الأحرف العربية ودمجها مع العناصر الفنية والإبداعية فكانت مهارة التطريز بالحروف حرفة استغلها ليضيف للتاريخ الإسلامي تحفة فنية يكاد ينذثر مثليها حول العالم الحاضري الذي عامل على مشروعه في مدينة حمصة السورية ومنها انتقل به إلى معارض ومتاحف العالم يتم حاليا احتضان إنجازه من قبل بلدية بورسة تركية أين يقيم حيث رسدت أو رصدت له البلدية مكانا أثريا في متحف خاص بالقرآن الكريم في المدينة التي انتقل للعيش فيها عام 2014 بسبب الحرب في سوريا الحاضري قال إنه في عام 1998 بدأت فكرة الكتابة بالإبرة والخيط وكانت أولى تجاربه بكتابة آيات قصيرة كالمعوذات وآية الكرسي ومن ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي كتابة الصورة الكبيرة فقال كثبت صورة الواقعة بالطريقة نفسها والتي حازت على إعجاب وثناء الكثيرين وأضف بعد ذلك جاءتني فكرة كتابة القرآن الكريم كاملا وبدأت بتنفيذها عام 1999 حيث استمر عملي هذا على طبعا هذا المشروع حوالي 12 عاما وتبع أن المصحف مؤلف من 12 مجلدا في كل مجلد يوجد جزئين ونصف من القرآن الكريم وطوله 80 سنتيمتر وعرضه 60 سنتيمتر ويزن 200 كيلو جرام وأردف الحاضر قائلا إنه شارك به في عشرة معارض في مدن تركية وعرض عمله أيضا في إيران وسوريا ولبنان والكويت والإمارات وقطر كانت مشاهدين هذه قصة اليوم لمحمد ماهر الحاضر الخطاط السوري الذي بقي وقضى 12 عاما من حياته في حياكة تحفة من فنية وقيمة إسلامية للقرآن الكريم حيث كتب أول مصحف مكتوب بالخيط والإبرة في العالم الإسلامي